السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة من فن تاك تيك نيوز أخبارنا لليوم هنتكلم عن حاجات بسيطة جدا خاصة بنادي المريخ التعاقد مع غارزيتو النتيج الأخيرة نتكلم كمان عن البيانة الذي صدر من هيئة تراخيص الأندية برأسة عزدين الحاج نتكلم شوية عن موقف الاتحاد السوداني لكرة القدم ونفصل كمان في هذا الموضوع بشكل أفضل في مشكلة أهل مروي في تمثيله للسودان إفريقيا قبل ما أبدأ الحلقة دايما حلقاتنا لو عجباك تنزل تعمل لايك على طول في الحلقة وتشترك في القناة لو دي أول لك زيارة أو ناسي وكمان تفعز زر الجرس عشان نزورك دايما حان نبدأ حلقتنا بنادي المريخ المريخ ضد شرطة القضارف تفوق بثلاثية النتيجة كانت جيدة جدا جدا بالنسبة لللاعبين اللي سجلوا في لاعبين منهم واصلوا التسجيل ونتكلم عن مواصلة إبراهوما للنتائج اللي يمكن جيدة إبراهوما طلع من ثلاثة أيام يتكلم عن أنه في مشكلة كانت كبيرة جدا وعفوا المدرب ريكارد كلي كلارك عفوا هو مسؤول مسؤوليته مع الإنخفاض في المستوى اللياقة البدنية اللي أنا يمكن لقيت عليه الفريق في حالة مزرية جدا جدا وقال له نتائج اللي كانت في الفترة الأخيرة التعادلين على التوالي اللي يمكن نفقده مركزه الأول أنه بعزيه لأنه المدرب لي كلارك والجهاز المعاوي اللي هم السبب الأساسي في الموضوع لأنه كان لو بتذكره كان في توقف لمدة عشرة أيام تم تسريح اللاعبين أعتقد كان مشكلة سوداكال المشاكل اللي كانت مستمرة حاليا بنسمع أنه حاليا أنه سوداكال بيفاوض قارزيتو أنه يعود لنادي المريخ هل تفتكر رجاء يتكلم عن قارزيتو إمكانيات قارزيتو؟ بالتأكيد لا حتكلم أنه قارزيتو ليه يأخذ مكان أبراهوما أبراهوما يمكن يمشي كويس يمكن يفوز بالدور يمدرب جبته قبل يومين تمشي الليلة؟ بالتأكيد لا عرف ليه؟ لأنه أساساً دي حاجات سوداكال اللي بيعمل فيها من يوم ما استلم المريخ ممكن جداً يعدل الرقم القياسي بالنسبة للكاردينال في المدربين اللي بيجوا والفنيين والإداريين اللي بيشتغلوا معاهو في المجلس أو حتى اللاعبين اللي ممكن جداً يمشوا في فترات قصيرة جداً وما يقدموا نفسهم أصلاً مدربين كتارجوا المريخ ويتخرجوا من غير ما يقدموا شيء وبيمشوا على طول في الاتجاه الثاني يشتكوا ويأخذوا حقوقهم سواء كان من سوداكال لو سوداكال ما سلمهم بتبقى المشكلة على ظهر المريخ في محاكم الكاف السؤال اللي أنا عايز أسأله يعني الاتحاد السودان لكرة القدم أنا ممكن من يومين اتكلمت عنه كتير والفكرة بتاعت أو النقطة بتاعت الحديث عن مشكلتها لمريخ حاجاتها بعد شوية لكن في حاجة مهمة جداً خاصة من هذه المريخ اللي هي مرتبطة بالاتحاد السودان لكرة القدم فرضنا إنه سوداكال خلاص بشكل رسمي عزلته من الرئاسة ويتعندك الحق إنك تعمل كده وطلعت بيان لكل الاندي يزول يتعامل معه ما فيه الأجهزة الشرطية الأجهزة الأمنية حتى المكتب الجديد للمريخ سميته بشكل رسمي لكن الشي اللي أنا بقوله لكم والناس الكلة حتى المريخاء بكله بعرفين الكلام ده إنه سوداكال لسه متواجد في رئاسة نادي المريخ بل إنه بيصرف بل إنه كمان إنه بيحاول يتعاقد مع المدربين سوداكال بييرعاقد مع المدربين لشنو عشان إكسب بونط عن جمهور المريخ إنه يرجع قارزيته أو حتى يستعيد أسماء كبيرة جدا جدا ممكن تكون شغالة في الخليج أو شغالة حتى في أندية شمال إفريقيا عشان يكسب بونط عن جمهور المريخ ويكون متواجد في رئاسة نادي المريخ السؤال اللي بيطرح نفسه سوداكال شغال اللي صالح منه في البلد دي عشان يكون متواجد في رئاسة نادي الجمهور ما دايله ولا الاتحاد السوداني دايله ولا حتى أي واحد موافق إنه سوداكال يكون موجود ولو سوداكال موافق إنه موجود ما الوسيلة براوه المعترض ولا الوسيلة عنده دخل في الموضوع ولا حتى أنا أساسا عندي مصالح مع سوداكال أو حتى مع ندية المريخة أو حتى مع الاتحاد السوداني كرة القدم نحن ناس بدون نقول الشيء الموجود في رأي عام بالشارع سوشيال ميديا على جراء على أعمل تصحف ولا غيره بنشوف الفيدباك عند الناس بنشوف الأشياء المفيد بنطلع بهم بنقول إنه الناس بتقول واحد اثنين ثلاثة لو فرضنا إنه كل المعلومات اللي بتجيسوا بكان من شارع سوشيال ميديا اجتماعات أو حتى جمعيات عمومية عملت قبل كده كلها رافضة التواجد سوداكال في المريخ منه العايز يخلي سوداكال يكون موجود في رأسة نادي المريخ مين؟ مين الناس تكون شوية واضحة؟ времени موجود في الاتحاد عائز سوداكال يستمر؟ هل الاتحاد كله بيطلع بيانات عشان يكسبيها ودجوا لمهور المريخ ويخلي سوداكال متواجد لغاية شهر عشرة شهر عشرة كويس؟ أو حتى في ناس في الاتحاد حاسين sixthكال لازم يكون متواجد فلاصة المريخ والناس الموجودين التانين تالمها انهم علاقة بالكورة أو حتى ما يقدروا يدعموا المريخ أو يدعموا الاتحاد لو فرضنا إنه الحاجات واصلة بالمستوى ده أنت كمسؤول في الاتحاد أطلع يتكلم يعني نسي فرضنا إنه قبل يومين في ترخيص الأندية لو فرضنا إنه طلع واحد قال لك والله يا أخي أنا عارف إنه الأندية السودانية ما عندها القدرة إنه أتمثل إفريقيا أنا استبعدته عشر لكلام ده أحترم جدا قال لنا تعالي تكلم قول الله المجلس الجديد للمريخ ده أنا هعمل لني التطبيع ما عنده علاقة بالمجلس الجديد وحيكون سوداكال خارجة بحكم إنه الجمهور رافضه أطلع أقول الكلام ده لأنه المجلس الموجود فيه وقنده وغيره ديل ما عندهم الإمكانات اللي بيقدروا يديروا بالمريخ لا فكريا ولا ماديا لكن هجيب لكم ناس يقدروا يدعم المريخ بشكل ممتاز عشان الجمهور يعرف اللي هو ولا عليه ويعرفوا خطصير النادي ماشي لي وين ماشي لإنه يقنن من لاعبين ويقنن من مشاريعه ويشوف تعاقداته ويمثل إفريقيا بشكل ممتاز ده الأهل المصري قال إنت كنت هنا في السودان متفوق عليه بأثنين صفر في شط أول ومعلم عليه وبيكله الليلا مبارح بيفوز دوت كايزر تشيفز بيث ثلاثية نظيفة في مباراة مستواها يعني عادي جدا إلا المريخ يقدر يفوزوا على أهل عادي في النسخة ويت الليلة بتجي تطلع من الدور الأول حتى بتمشي كتير عشان تعرف إنه المشاكل الإدارية وترتيب البيت لما يكون ما في أفضل فتراته ولا بيدعم الفريق بتاع الكورة تأكد تاما ما حتى تمشي لها قدام الأهل مؤسسة إدارته أقوم من فريقه عشان كيرا تمشي قدام فإنحنا لسه في المناكفات ولسه في المشاكل اللي بترجعنا دائما خطوات اللي هو رأى عمرنا ما حتى نمشي قدام بالمشاكل اللي زي دي كده الاتحاد عنده دور وضلع كبير جدا لأن الاتحاد ممكن يوجه الأجهزة الشرطية إنه تمشي تستلم العمناد المريخ وتستلم كل مقطنية المريخ وتسليم اليداه الآن الاتحاد هو المنطبيو يمثل الاتحاد دولي كورة القدم ما في تجميد بيجي للكورة سوداكال ولا غيره لو اشتكى الاتحاد هو الوجه وزارة الشباب الرياضة أو هو الوجه الأجهزة الأمنية إنها تمشي تستلم وتسلم تبسلم وتسلم مش تجيب سوداكال عندك في النادي شوية عندك في الاتحاد شوية يطلع من الاتحاد يستلمونها سالأمن مش بغادي يفكوه بمطالبات وغيره ولفة كده طويل الناس تحسون إنه في النهاية الضحية هو نادي المريخ وجمهور المريخ في إنه يكون في دوامة إنه لو فازوا على نادي في الدور الممتاز تحسون إنه الموضوع لديهما حاجة كبيرة جدا بحكم إنه عايزين استقرار ودي مسؤولية الاتحاد في المقام الأول وللا مسؤولية سوداكال ولا في زلبي 예뻐 ولا مسؤولية الكندو ولا مجموعة ولا مسؤولية المFF ولا مسؤولية اللاعبين اللحيانا بيجا في كلام كثير جدا بين اللاعبين أو حتى كلام بين الإدارة الرياضية وحتى اللاعبين يعني اللاعبين لما نجي يوم من اليوم يكون عندهم موقف تأكد أنه فيها شاشة إدارية كبيرة جدا على مسؤول نادي المريخ ودي مسؤولية الدولة والدولة بمثلة هنا الاتحاد السلوية لكرة القدم في أن المريخ يكون أفضل وأفضل دايما في الحلقة التي تكلمت فيها عن نادي الأهل مروي يستبعاده من البطولة الإفريقية ويدخال نادي الخرطوم الوطني يرجع على أهل مروي وخروجه من البطولة الإفريقية الخرطوم الوطني بيعتذر الاتحاد بيرفع ثلاثة أسماء بدل أربعة الأهل مروي بيكون متواجدين في الاتحاد الكشف بيترفع من المبنى الثاني الناس الموجودين في الاتحاد بيزعلوا عضو المجلس الإدارة بتاع الاتحاد بيستقيل رئيس نادي الأهل مروي بيعتذر العمل الرياضي صخط عام في الشارع الرياضي الاتحاد ما بطلع ولا بيان لغاية أنا بتكلم معاكم الآن ولا بيان ما طلع البيان الطلع حاليا هو بيان هيئة التراخص وحقوله لكم بعد شوية اللي هو برأسة السيد عز الدين الحاج الاتحاد لما اتكلمت عنه بالطريقة دي ألا اتكلمت بفكرة انه نحن عايزين توضيح دايما اللي احنا لما نكون في مسابقة بترأسة مجموعة المجموعة المفروض توضح للناس المدعبين المنافسة سواء كان ناس مشاهدين عاديين صحفيين إعلاميين إداريين لعبة كرة عايزين توضيح لشي اللي بيحصل في كرة القدم السودانية وده شي الاتحاد هو المسؤول عنه لما انا جيت اتكلمت كتير ناس حستين ان الوسيلة ده به هاجم الوسيلة ده ما عنده وجه حق يا خلد مشي الاتحاد وما عارف واحد بيقول ليه كمشي حتة فلانية انا تعليقاتكم دي بقراها لانه هي مهمة بالنسبة لي دايما لو في حاجة خطأ انا بحاول رجع لها لكن انا ما طلعتها اتكلمت الا رجعتها للاستاذ ابو بكر الماحي اللي هو المسؤول الإعلامي للاتحاد السودان لكرة القدم يا استاذ ابو بكر هل حصل في مطلع توضيح خاص بالمشكلة دي قال لي لا لسه ما طلع التوضيح الكلام ده امتين كلام ده اعتقد الجمعة الصباح الجمعة الصباح ما طلع التوضيح يعني مبارح الصباح يعني الكلام ده اليو اكتر من 24 ساعة وشوية بعدها انا قعدت ثاني 6-7 ساعات عشان قبل اسجل وتكلم في الموضوع تحديدا سألت السيد عز الدين الحاج يا سيد عز الدين الحاج يا باش مهندس الحاصل 1-2-3-4 هل طلع توضيح او في شي او ممكن نوضحه للناس صراحة رد عليه السلام وثاني اعتقدوني يمكن يكون انشغل غيره لكن ما اخذت منه الحاجة اللي انا حابي اتكلم فيها وسيد عز الدين الحاج انا ما بعرفه اليوم انا كنت مدرب صغير في اتحاد الناشئين هو كان مسؤول في الهيئة هيئة هيئة العامة للبراعم والناشئين ورجل قامه وقيمه انا بحترمه جدا جدا على المستوى الشخص اتعلمت منه الكثير بعرفه على المستوى الشخص بشكل ممتاز وعلى هذا الاثاس انا طلعت اتكلمت انا ما هاجمت هيئة طلاخيص انا هاجمت الاتحاد لانه هو رفع الاسماء هاجمت السيد شداد هو رفع الاسماء هيئة طلاخيص كلمت عنه المكتب الثاني ووفق كل الاوضاع اوفق بكل التزاماته طلع الرخصة وده البيان الاكده السيد عز الدين الحاج حاليا طلع بيان شافي وافي انه انا طلع عملت كل شي وفي كل شي اللي قلت لكم في الحلقة الفاتذ هو اللي حصل بالترتيب انه الاوراق الناقصة عددنا ارواق عددنا اوراق عددنا كل شي وخلاص الاهلي مريو عنده الرخصة حاليا في الاول يتكلم عن ان الاندي عندها الرخصة هي حيا الواد نيالا الهلال والمريخ الاهلي مريو ما كان عنده الخرطوم الوطني كانت عنده الخرطوم الوطني اعتزر هلال البيض حتى لماذا لا كنت في معلومة انا غلطان فيها انو الاندي دي عندها رخص بحكم ان هي شاركة افريغين قبل كده. لكن الاسف هي ما عندها رخصة لا هل شندي ولا حتى ال 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 ابيض ولا حتى اندي التوتي وانديت كل دي متقدمة ليس بالرخصة? لا متقدمة للرخصة لكن شروط هي ما مستوفر الشروط العامة الخاصة بالرخصة. الحالية الاهلي مروي عنده الرخصة. لكن الاتحاد رفع الاسماع. السيد عز الدين الحاجي الطرق للشيل بخصه وتكلم عنه انه هو الشيل المسؤول منه عملوا على اكمل وجه. معناه هنا المشكلة بمنه في الاتحاد السودان لكرة القدم اللي الى اليوم انا ما شفت تصريح ولا شفت حتى بيان خاص بانه الاتحاد رفع الاسماع بحكم انه زمن انتهى. رفع الاسماع بحكم انه الاهلي مروي غيره مستوفر الشروط. رفع الاسماع بحكم انه انا عايز كده. التوضيع تلك لما نطلع نحن بنطلع نقوله الصاح. بعد ذلك بنقول رأينا. نخلف الاتحاد نفق الاتحاد دي ارى شخصية. وهنا لكن احنا ما شغالين لشخص نفر ولا حتى ولا حتى شغالين لجهة معينة. نحن دايما بخطة الوطنية قدامنا حتى بعد ذلك نقول اراءنا في اي مواضيع. عشان كده لزم التوضيح في نقطة تحديدا وكمان لزم التوضيح بالبيانة تطلع السيد عزيز الدين الحاج مسؤول هيئة التراخيص بالاتحاد السوداني لكرة القدم او هو مسؤول الاتحاد الافريقي في الاتحاد السوداني باللجنة التراخيص الاندية. حاليا الاهلي مروي من سوف الشروط مع الهلال والمريخ وحي الوادي نيالة. ما في نادي السوداني تاني عنده رخصة خاصة بالتمثيل الافريقي. الاهلي مروي الى الان الى الان الاتحاد الظلم الاهلي مروي من غير ما يطلع بيام الاتحاد. بعد ذلك نفكر في البيان ونشوف رد الاهلي مروي نشوف الاراء كلها حتى بعد ذلك ممكن جدا نغير رأينا. لكن طالما الموضوع ماش على كده الاتحاد ظلم الاهلي مروي ظلم الحسن والحسين. انا شكر لكم كثير على حسن المتابعة. ان شاء الله دايما تأمين والأمين. شكرا لكم.